اشتركوا في القناة شبكة الواي فاي في هواتف اوبو بشو نشوفو شنية من المفروض المشاكل اللي تكون تعترض الاتصال بشبكة الواي فاي وكيفاش نجمو نحلو المشاكل هذية اول حاجة نقومو بها هي الذهاب الى الاعدادات وبعد الذهاب الى الاعدادات ندخلو الى اعدادات شبكة الواي فاي الاوبشن لولا كما قاعدين نشوفو امامنا ونقومو بتشغيلها لهناش نية المشاكل اللي تكون من المفروض انها اعترضت شبكة الواي فاي الخاصة بكم وبشو نشوفو الحل المتاحة بالمشكل بالمشكل اول حاجة حاولو تقومو بها هي غلق اعادة غلق عفوا اعدادات الواي فاي على الهاتف امتاعكم واعادة فتحها وشوفو هل سيتصل الهاتف امتاعكم بالواي فاي والا لا ثاني حاجة حاولو انكم تقومو بغلق الراوتر او غلق الجهاز الجهاز المتصل بالانترنت او الجهاز اللي يوصل فيكم بالانترنت واعادة تفتحو كذلك مرة اخرى اذا كان ممشيتش كذلك الطريقة هذه فحاول انك تقوم بالدخول الى الشبكة اللي انت ما نجمتش تتصل بها وقوم بقطع الاتصال معها كما قاعدين تشوفوا هنا فما option اسمها قطع الاتصال تقوم بقطع الاتصال مع شبكة الواي فاي وبعدها تقوم بالاتصال معها من اول وجديد او ال option الاخيرة او الخيار الاخير هي انك تقوم بحذف شبكة الواي فاي هذه من شبكات الواي فاي اللي انت متصل بها يعني بطريقة أخرى كلمة حذف يعني الهدفن تاك بيش يعتبر نفسه عمره ما تصل بشبكة الواي فاي هذية وبيش تعاود إدخال كلمة السر من نول وجديد وتقوم بالاتصال بشبكة الواي فاي من أول وجديد هذه هي الحلول من المفترض أنك نجم تقوم بها لإعادة الاتصال بشبكة الواي فاي لأنه أحيانا تغيير اسم شبكة الواي فاي أو تغيير كلمة السر متاحة ينجم يخلينا نتعرض للمشاكل هذه وهذه عموما الحلول اللي تنجم وتستغلوها أو تنجم وتستعملوها للتغلب على هذا المشكل كانت هذه الفيديو متاعنا إن شاء الله تكون الفيديو أفادتكم وعجبتكم إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الزرس بشكيف نعبط في فيديو جديد متاجيكم مشاعر وللفيديو القادم ان شاء الله مبقالي بش نقول لكم كان إلى اللقاء